مرحبا بكم في قناة تحفة يوب وكونها كانت عكس كل توقعات إذ لا تختلف نهائيا عن سابقاتها وسابقها ممن تولوا هذا المنصب بل إن بعض المواطنين أطلقوا حملة مؤخرا اعتبروها أسوأ من كل سابقاتها في وزارة ثقافة خاصة بعد آخر خرج لها بإحيائها لمهرجانا تعدون بها إلى زمل الجاهلية والشرك وأحياء خرافات غريبة وعجيبة بدلا من التعرف بالتورة الجزائر الغني والثقافات المتنوعة التي يتميز بها الشعب الجزائري حيث تركت هذه الأخيرة كل ما هو جميل في الجزائر لتمجيد خرافة ما يسمى بإله مزعوم يسمى أنظار رب الماء أي أنظار إله الماء في مشاهد مؤسفة وتبهديلة من العيار الثقيل إن صح التعبير وصنعت هذه الخرجة الغريبة من الوزارة الحدث بمواقع التواصل الاجتماعي وحتى بالصحافة العربية يسجد العديد من الشبان والشباز لهذا الإله أنظار ويقومون بطقوس عبودية ويتوددون له كي ينزل عليهم الأمطار والعياد بالله وكل هذا تحت تصفيقات ومباركة الوزيرة بن دودا فمثل هكذا خرجت ونكسات لا تعتبر مهما حاولت فنا ولا تمثيلا كما أن المشاركين في الحملة اعتبروا أن هذه الخرجة إساءة وإهانة لمكانة الجزائر وتشويه طرط الجزائر أمام الدول الأخرى خاصة وأن الحفل كان رسميا وبحضور وزير الثقافة التي بركته وما أحز في قلوب الشعب الجزائري أكثر هو إحياء هذا الحفل الغريب في ولاية قسانطينة ولاية ومسقط رأس العلماء بن باديس رحمه الله هذا وأنكر العديد من المشايخ خرجت الوزيرة وأكدوا أن تلك الطقوس التي أقيمت لتجوز وجب تدخل إنهاء المهازي المتكررة منها كما أن هناك حملة وسخة شعب كبير منها أين غازت حملة موجهة لرئيس الجمهورية البون مطالبينه فيها إقالة هذه الوزيرة فورا لأنها فشلت ولم تكن في المستوى وعند التطلعات الحملة أخذت شعار نوريد إقالة وزيرة الخرفات بن دودا حيث أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب وزيرة الخرفات وكانس المطالب من الرئيس البون بتعيين وزير أو وزيرة للتقافة في المستوى يكون أو تكون تحترم مشاعر الجزائريين خاصة الجانب الديني والتقافي وصورة الجزائر أمام الدول الأخرى بإبرز صورتنا التاري والمميز ودعم الفنن المبدعين والمميزين وليس الهوة وأصحاب الفن الهابث مع العلم أنه كل سنة تقام تلك الطقوس للمدعو أنزار رب الماء من طرق أصوى فئة غريبة ويدعون أنه بتلك الخرجات الشركية يحيون طرة والتقافة لهذا كانت في الحملة مطالب وقف هذه التدهورة السنوية ومنعها وعدم تغطيصها وتبنيها من طرف الوزارة مع العلم أيضا أن الوزيرة بن دودا ليست الشخص الوحيد الذي لم يكن في المستوى في الوزارة إذ أن هناك أيضا وزارة آخرين لم يكنوا في المستوى ولم يقدموا أي إضافة منذ تعينهم لهذا كانت هناك بعض الإقالات في صفوف الوزارة ويبدو أنه يتوجب على الرئيس بول قيم بتعديلات أخرى في حين أن هناك بعض الوزارة الذين أبدعوا فعلا واشتهدوا في الحكومة وقدموا معالهم رغم أنهم قليلون جدا ووجبت تحرك سريعا لكي لا يتكرر سيناريو الحكومة السابقة فما رأيكم في الوزيرة بن دودا وهل أنتم أيضا مع إقالتها ولماذا تتواصل عملية محاسبة رموز ندام بوتفليقة منذ إزاحته على مختلف الملفات تقيلة التي فتحتها الأعدالة خاصة وأن عدد كبير من وزارة حكومته المتعاقبة عليه ملفات بالجملة وكلما فتح ملف إلا وكشفت أرقام ماهولا نهيبت من الخزينة والشيء المفاجئ الآخر هو ما كشفه بعض رموز ندام بوتفليقة في الجلسات بإعلانهم عن بعض الأمراض التي يعانون منها والبعض الآخر يكررها كثيرا فهل بينهم من يحاولوا توضيفها لتخفيف الحكم عليه إذ أن هذا السؤال هو الذي طرح مؤخرا بقوة من الشعب خاصة وأن كل من عليه قاد يتقيل إلا وأدخل أمراضه وبالعودة لبعض من ذكروا وأعلنوا أمراضهم أثناء الجلسات أم تلؤ يحيى وطلبا والجنرال سوفيق والسلل والولد عباس وغيرهم الكثير وبخصوص تفاصيل ذلك نبدأ أولا مع الوزار الأول السابق أحمد أويحيى الذي فجأ الجميع في إحدى جلساته التي متل فيها على ملف محيد تحتوس وكان حكم عليه فيه بعشر سنوات بالإضافة لأحكام أخرى في ملفات كثيرة أين قال أويحيى في الجلسة أنه أصب بمرض سرطا بعد مغادرته للحكومة وأدف بقوله لقد تعبت كثيرا بعد إصابة بالمرض وهو ما تزمن مع فترة تحقيقات حينها حيث كان يسم النقل بشكل متكرر بين محكمة سيد محمد والمحكمة العليا للتحقيق بشكل مستمر بالإضافة لمعاناة الآن أيضا مع حبس وقت يدي للمحاكم كثيرا في كل هذه الملفات مع العلم أن أويحيى ليس الوحيد الذي تحدث عن معانته مع مرض سرطا فهناك السعي البوسفليق أيضا الذي قال أنه يعاني كثيرا من مضاعفات مرضه والتي ازدادت منذ حبسه خاصة وأنه كان يعالج من هذا المرض في الخارج لكن منذ حبسه فقد الميزة وأصبح يعالج في الجزائر وبحبسه فقط هناك أيضا عبد المالك سلال الذي تعرض مرات كثيرة لانهيارات وإغمأة أثناء محكمته بالإضافة لنقله المستشفى مرات عديدة بسبب المرض وكان قد أيام عديدة بعيادة مستشفى السجن وربما هذه الانهيارات الكثيرة بسبب صدمته وصدمتهم جميعا من هول ما حدث معهم خاصة وأنهم لم يكونوا يتوقعون سقطهم بهذا الشكل من الحكم من حياة السلطة والرفاهية إلى حياة الزنزانة كما أن هناك أيضا المدعوس للسعيد عبد المجيد الذي عليه ملفات ولم يحبس لحد الآن أين لم يتم تحديد موعد محكمته أو حبسه لحد الآن هو الآخر أعلن عن مرضه بالسرطان وقال أنه لا يزال يعالج منه وبما أنه حسب ما ذكرت صحف محلية ممنوع من السفر خارج البلاد فإنه يعالج داخل أرض الوطن فقط البرلمان السابق بهاء الدينطليبا كان كشف أيضا في آخر جلساته بقول هيئة دفاعه أنه يعاني من 30 مرضا كميلا وهو الذي فقد أغلب وزنه خاصة وأنه كان قام بعملية معقدة لإنقاص الوزن ثم أكمل عليه الحبس بعد أن لم يستطع تحمله مع العلم أنه تم الحكم على طليبا بـ 8 سنوات جمل ولد عباس أيضا تعرض لوعكة صحية أثناء حبسه وهو الذي يعد أكبر ساجين في الجزائر حاليا بعمر 87 سنة والقائمة طويلة جدا من الوزراء ومختلف المسؤولين ورجال أعمال الذين أعلنوا عن بعض أمراضهم أثناء محاكمتهم وأخرون نقلوا مرات عديدة للمستشفى على إترسده ورحالتهم الصحية وتم إعادتهم بعد تعافيهم لحبسهم مجددا طبعا حالتهم الصحية لا تؤثر على مجرية المحاكمة والأحكام الصديرة حيث تصدر الأحكام وفقا للملفات وتهم الموجهة لهم البداية أولا مع عبد السلام بوشوارب الذي لا يزال يرفض الدخول طواعية لأرض الوطن ويلعب ورقته الأخيرة مع تحرك سلطة الجزائرية لإعادته في أقرب الأجال آخر خطوة من الجزائر بمحاصرة أملكه داخل أرض الوطن فالآخر حسب التحرية التي أجريت مؤخرا